اشتركوا في القناة اول من نزل عن نبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي اول من آمن من الرجال بالنبوة ورق ابن نوفر وبالرسالة الصديق رضي الله عنه طيب الى ماذا يجعب ويندر عن الشيخ بلده حاجر طيب بعد الى من الى الناس كاف الى التقرين نعم الناس كافة التقرين نعم طيب فتح الله علي من نعم يا ايها المدفل قم فانذر ينذر ويدعو للتوحيد وثيابك فطهر الطهارة تنقسم الى قسمك طهارة حسية وطهارة معنوية طهارة حسية وطهارة معنوية الطهارة الحسية تكون للبدل والبقعة والثوم وتكون بالماء وهو الاصل او بالتراب وهو الفرأ صح نعم اما الطهارة المعنوية هي المهمة رجل مسيوم مقيد بالسلاسل ولا استطيع استنزل من بوله ولا استقبل قبلة ولا اخذ الزينة في الصلاة ولا ولا وهو مسلم وصلي على حاله وصلاته صحيح وثيابك فطهر قال طهر اعمالك من الشرك طهر اعمالك من الشرك لان الشرك لو دخل في العمل افسد العمل مثل الحدث اذا دخل في الصلاة افسد الصلاة تحذر من الشرك وربك فكبر كيف معظم الله بالتوحيد قال ومن قبح الشرك كونه ما سبل الله والرز البراءة منها ومن اهلها طيب حكم لعنى الشيطان قلنا انه نخبر ان الله سبحانه وتعالى لعنى الشيطان قل يطرد من رحمة الله ونحن لا نلعن لنجاء في الحديث ان ذو لعن يتعارى ماذا نستعيل بالله منه طيب رتح الله عنك نعم انت اي انواع الجهاد كم جهاد النفس جهاد النفس جهاد النفس يكون بماذا جهاد النفس بماذا يكون نعم بالمسالة الاربع بالعلم والعمل والدعوة الصدر انت جاهد نفسك اولا بالعلم والعمل والدعوة تصبر فتحه لاعلك نعم الثاني جهاد من وقلنا الشيطان الرجيم لانه يرجم بني آدم من طريقه من طريق الشبهات والشهوات فكيف تجاهد الشيطان تغلق عن الباب الشبهات الشبهات اما بدعاء الشرك والشرك اكبر رصر والشهوات صغار وكبار تترك الصغائر والكبار الثالث يكون قلب واللسان والجوارع والمال جهاد المنكرات بماذا يكون لا ما يصبح هذا الكلام انتبه بماذا يكون جهاد المنكرات نعم فتح الله عزيز باليد قلنا هذا للسلطان ومن يولي السلطان باللسان باللسان هؤلاء العلماء وكذلك طلاب العلم وبالقلب وبالقلب هذا ليس بعدهم شيء لا أبد أن ينكر بقلب نعم فتح الله عنك طيب نكتفي بهذا المقتر يبقى عندي سؤال من عندي ايه يضعف إلى ما تقلل لو قال لك قائل ما الفائدة من دراسة الأصول الثلاثة أي شيء فائدة لا فائدة من هذه المتونة العلمين تقول تعالى اجلس وأنا أسرد لك فوائد من هذا الوقت إلى العشاء إن شاء الله تعالى والله أن في هذه الكتب كتب السلط بركة وكم استفدنا من فوائد وكنت في القديم يعني أنت تقول لهذا أقرأ هذه الأصول وقل يعني ما فيها شيء والآن بدأت أني أعرف كيف استمت الفوائد إن هذا الكتب فيها نبع واستفت من الحفظ وكذا لو قال لك هذا طيب هل تغير شيء في العبادة من قبل الدراسة وبعد الدرسة تقول نعم قبل الدراسة كانت هناك أشياء ملبسة علي ما هو التوحيد وهؤلاء الذين يقولون لماذا ندرس التوحيد عرفت أن حياة القلب تكون بماذا التوحيد وإنه والله لا يمكن أترك دراسة التوحيد وإنه في دراسة التوحيد حلاو وإذا ذكر الله وحده إش مأزد قلوب الذين لدمنون بالآخرة تقول لهذا انتبه ترى إذا تسمع دروس التوحيد ويكون في نفسك شيء قد تنطبق عليك هذه الآية وإذا ذكر الله وحده إش مأزد قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشروا احذر أن تكون من هؤلاء تفرح بدرس التوحيد تقول ليت الدروس كلها توحيد نعم الله ولهذا تجد أهل السنة والجماعة حتى في كتب الفقه أول ما يبدأ به فقهاء كتاب الطهارة وأرادوا وأرادوا طهارة الباطل قبل طهارة الظاهر يختم الفقهاء رحمهم الله بباب الإقرار الإقرار بماذا؟ بلا إله إلا الله توحيد حياة القلوب دعوة الأنبياء رسول عليه الصلاة والسلام فهذا الذي يذكر لك بعض الناس من التوحيد عرفنا ولا داعنا ندرس التوحيد وغيره هذا كله من تنبيس نحن بحاجة للتوحيد أكثر من حاجتنا الطعام والشراب إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالتوحيد آمين والله أعلم صلى الله على محمد عليه الصحيح والسلام تقبل المذكرات والفرصة الثانية أذان العصر لا نريد أي فرق مذكر كتبنا وحللنا كل شيء الآن فتكتبوا لنا وتكون المذكرة كاملة مع صلاة العصر إن شاء الله وتحضروا لنا يعني مراجعة مثل القواعد الأربع والله أعلم وصلى الله على محمد وصحبه وصلى الله